موسيقى بالفقرة السابقة تعلمنا كيف نكتب PHP داخل ملف HTML لاحظة عندي body body وعندي هون PHP أما هون بالهيدر كمان عندي title title tag HTML العادي وداخله عم نكتب PHP طيب شو منستفيد من هذا الكلام منستفيد لما نتعلم عن شيء اسمه المتغيرات الحكتبها حتى بالعربي لاحظة ظهرت عندي باللون الأخضر هذا بيعني أنه هذا تعليق هذه هي الطريقة الأولى لكتابة التعليقات والطريقة الثانية غالباً أغلبكم تعرفوها اللي هي سلاش نجمة ونجمة سلاش الفرق بين الاثنين أنه هون نعمل سطر واحد من التعليق أما هون نعمل أدد أسطر طيب نعود لمعلوماتنا حالياً بدنا نتعلم المتغيرات المتغير في PHP بكل بساطة هو منكتب علامة الدولار بعدين منكتب اسمه المتغيرات لنعطي مثلاً ونعطيه مثلاً ونعطيه يساوي ونعطيه هنا بهذا المكان هنا حالياً سألغي هذا الإيكو ونكتب بكل بساطة لحظة عندي هنا الـ طيب تبقوا معي حالياً إذا بعمل أنا سيف وبروح لهون وبعمل تحديث ظهر عندي بهذا المكان الـ ولكن الـ لم يظهر قبل ما جاوبكم سأعطيكم فقط خمس ثواني إلى التفكير إذا نحن عنا هون متغير هذا المتغير عبارة عن string يحتوي على learn.php 7.0 هون نحن نقوم بطباعة هذا المتغير لماذا لم يتغير هنا لماذا لم يظهر معكم خمس ثواني نقص بكل بساطة أنه نحن هون قمنا بتعريف الـ تعريف المتغير وعطينا قيمة معينة وهون استدعينا هذا الـ ولكن لم نخبر الـ ماذا نريد أن نفعل بهذا الـ بكل بساطة لحنا لهون نريد أن نطبع هذا الـ حالياً تحديث ولاحظوا عندي learn.php حالياً الظهاري طيب شو الفرق بين أني أكتب بهذه الطريقة وبين أني لما كنت كاتب هون learn.php وحاططها بكل بساطة بهذا المكان على شكل string هيا نشوف لاحظوا حالياً موجودة عندي بنفس الطريقة شو الفرق لح نتعلم حالياً الميزة الأخرى من الـ والجميلة جداً يلي هي النقطة شايفين هذي النقطة هذي هامة جداً بالـ نحن نفترض أنه هون نحن لحنا لعنا learn.php أو خلينا نكتب بدل learn.php بحيث أن تكون مختصر لحكتب نور هومسي لحعمل save وهون تحديث ولاحظوا ظهر نور هومسي تمام لحكتب بكل بساطة داش و space لحعمل save أما هون لاحظوا شو لحكتب . . لحكتب home لحوضها ضمن string لحعمل حالياً save ولحعمل تحديث لاحظوا شو ظهر عندي بالأعلى هون شو يلي عم حاول خبركن يا بدي تنتبوه هون أنه أنا ضمن ملف خارجي ملف خارج هذا الملف لح أوضع الاسم أو المعلومات العامة لموقع الانترنت خلينا نفترض حالياً أنه هذا ملف خارجي في عنا معلومات عامة مثل اسم الموقع اسم الموقع مثلاً هو نور حمصي ولح أطي داش وحط ال space أما هوم بي الداخل لحا استدعي اسم الموقع وبعدين لححط اسم الصفحة حالياً نحنا عم نكتب هوم بيج ولكن لما يكون عنا موقع انترنت كبير هذه الصفحات أيضاً تولد بشكل تلقائي ولكن مبدئياً بدي تنتبه لهذه الدط التي قامت بجمع النص الموجود هنا والنص الموجود هنا طبعاً أخطأت هذه لا داعي لوجودها بنفس الطريقة طبعاً بإمكاني هون welcome to my website بدل my website بكل بساطة لح اكتب ال$ و اكتب طبعاً title لح اعمل save حالياً لحضر عندي نور هومسي مع ال$ طيب بكل بساطة لح اختصر هذه هنا ولح اوضعها بهذا المكان حالياً welcome to نور هومسي وحالياً بقيت هذه بهذا المكان لاحقاً لحنتعلم الجمل الشرطي بحيث انه نعرف انه هذه الـ title اذا كانت موجودة ضمن H1 او اذا كانت موجودة ضمن الـ body فاطبعها بطريقة معينة اذا كانت موجودة في مكان اخر طبعها بطريقة اخرى ولكن حالياً فهمنا مفهوم المتغير المتغيرات ليس بالضرورة ان تكون فقط string او نص بإمكاننا تكون اي نوع اهم الانواع بالتأكيد هي الـ number الارقام لحناخد num طبعاً هذا الاسم بإمكانكم تعطوا اي اسم تريدونه هالأرقام لحعطي 40 مثلاً حالياً اذا بعمل save وبعمل تحديث لاحظوا انه هون اعطاني مشكلة اعطاني خطأ ليش لان لازم اعطي هون فاصلة منقوطة لفصل العمليات لحعمل save ولحعمل تحديث لاحظوا ظهرت عندي طيب كمان لح بعطي فاصلة منقوطة هنا وهون لح اكتب ايكو مرة ثانية لحاخد به الطريقة وقال له num save ولحعمل تحديث كمان عندي خطأ ليش لانه لازم الفاصلة المنقوطة اعذروني احيانا انا معتاد بالجافا سكريبت بالجافا سكريبت بإمكانك تتجاهل الفاصلة المنقوطة لو كان عندك عدد من العمليات لحعمل تحديث لاحظوا عندي الارضعين اللي موجودة هون في عندي كمان انواع اخرى مثل float number اللي هي عبارة عن رقم بفاصلة وهذه نفسها تقريبا ولكن لها اختلافات حاليا اذا اطبع ايضا لحنلاحظ انه موجودة بهذا الشكل بإمكاني بالتأكيد وضع هون ايكو واعطي بحيث انه تكون على سطر جديد طبعا من كمان عندي الترو والفالس يلي منسميها البوليون لحق ناخد قيمة الترو فالس وعندي بالنهاية قيمة ناثنج يلي هي النول والنول عادة هي اللاشئ ليس الصفر وإنما اللاشئ الصفر هي شيء هذا هو شيء اما النول هو لا شيء على الاطلاق وطبعا جميع هذه الأنواع من المتغيرات سيتم التعامل معها ضمن لغة PHP لحنبدأ بالدرس القادم بأهم نوع من المتغيرات يلي هو السترينج والسترينج ومعناتها نص بكل الأحوال يلي بيكون عبارة عن نحن ناخد بعض العمليات على بحيث انه نعرف نتعامل أثناء الكتابة لذلك لا تنسوا تتابعوا الدورة اكتبوا لي بالتعليقات اذا كنت مستعجل بالشرح او في نقاط معينة بتحبوا انه تعرفوا لا تنسوا الاشتراك بالقناة اشتركوا في القناة باي باي